اهلا بكم فتاة مطبخة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هاريكي طريقة تزيين جديدة للكيك طريقتها سهلة جدا ده كيك عادي زي ما انتم عارفين انا مش بعمل اي كيك سبونش انا بشتغل بالكيك العادي تماما وبيدي نتيجة تحفة جدا زيها زي الكيك السفنجي ده شكلها من جوه بعد ما قعدت كده وشرفت كل اللي احنا عملناه دي الكيكة بتاعتي كيك عادية تماما بفرخ كده الحروف عشان عارف اقلبها حتة تطلعت مش مشكلة هشيلها كده بالراحة واقلبها على المكان ما تقطعت مش هتعملها مشكلة ابدا هاخد بقى الصينية بتاعتي كده ونظفها من تغليفة الدقيق عشان انا هشتغل في نفس الصينية هنا لو حبيتي تقسم الكيكة بتاعتك نصين وتحط في النص كريمة وطبق التغليف من الشرباط الخفيف مفيش مشكلة مش عايزة زي ما انا هعمل كده انا نسيت اخرمها عشان الشرباط تدخل في نصها فحطت الاول الشرباط بعدين خرمتها وحطت شرباط شرباط تاني هنزل بقى الطبقة كده الخفيفة من الكريمة وابتدي اوزعها على الكيكة بتاعتي هبتدي اغلف كله كده وبعدين الجو حر فهدخلها التلاجة الطبقة دي تجمد وبعدين هطلعها هعمل شكل القلب بعمله كده بسكينة عشان امشي عليه على طول فما زبطش معي اول مرتين زبط بعد كده الحمد لله همشي بقى بالكريمة بتاعتي ممكن طبعا تعمليها حروف اي شكل انت عايزة بترسمي كده الرسمة وبعدين تمشي عليها بالكريمة بتاعتك دي كريم شنطية عادي ابيض بس انا هطلو سنة لون عشان يدينا اللون ده ممكن طبعا تجيب كريم شنطية بالفراولة زي ما تحبي هعمل كده خطوط حوالين القلب لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك ريت تدوسي على لايك وتكتب لنا تعليق حلو وتعمل اشتراك في القناة لو مش مشتركة فيه معي بقى بواقي كيك وش كيكة كنت انا عملاها بالشوكولاتة حطها كده في القلب او تحطي قصص شوكولاتة كنت بشري شوكولاتة وترشيها في النص ممكن تحطي كاكاو الناس بتحب الكاكاو اي حاجة في النص اشتركوا في القناة